في جلسة عتاب حصلت من الكابتن ساعد الحفيز مع العيب النادي الاهلي النهاردة قبل التمانين بعد مباراة الزمالك وقال لهم انه كان ممكن نكسب المباراة كان ممكن نحسبها في الشوت الاول اصرتوا شوية في الشوت الاول كنا ممكن نخلص المباراة بدري بدري ولكن في اخر الاجتماع اكيد لهم انه اللي جاي اهم واللي جاي انتم محتاجين تكونوا في افضل احوالكم عشان الاهلي يقدر يستعيد لقب الدوري الممتاز دي جلسة الكابتن ساعد الحفيز بحضور الكابتن سامي أمصان المدير الفني المؤقت لسه مكملين أخبار النادي الأهلي بالنسبة لأليو ديانج اللي غيب مبارح عن مباراة الزمالك بسبب عدم تعفيف بنسبة 100% من الإصابة طبيب النادي الأهلي بينصح الجهاز الفني للنادي الأهلي بقراحة ديانج أمام المحلة دكتور رحمة أبو عملة طبيب الفريق قال للجهاز الفني من الأفضل يعني أن أليو ديانج يرتاح مباراة غزل المحلة وما يشاركش فيها من الأفضل دي معناها إيه؟ معناها أنه ممكن يلعب بس فيه ريسك فيه مخاطرة أنه الإصابة تتكرر تاني برشحة فيه الرجبة فنصح الجهاز الفني أنه ما يشاركش طبعاً القرار بيبقى أولاً وأخيراً عند الجهاز الفني وطالب منهم أن الموضوع يتأجل لمباراة بيراميز عشان يكون جاهز 100% ده بالنسبة لأليو ديانج لعب الوسط الآخر حمد فتحي اللي كان باين عليه الإرهاق جداً زيه زي عمر السلية تحديداً وعلي معلول طبيب الفريق قال برضو أو نصح بإرهاحته وقال إنه هو بيعاني من إجهاد عام ومن الأفضل إن حمد فتحي ما يلعبش المباراة القادمة قدام غزل المحلة عشان هو ما عندوش إصابة محددة لكن الموضوع عنده إرهاق وإجهاد عام بسبب تلاحم المباراة والمشاركات سواء مع النادي الأهلي أو مع منتخب مصر وأيضاً نصح الجهاز الفني بإرهاحته في مباراة غزل المحلة زي ما قلت لحضراتكم كده يعني الوضع بالنسبة لأوسط ملعب النادي الأهلي في مباراة غزل المحلة ومفوش حمد فتحي عدد جانج ممكن يبقى فيه لغبطة شوية خاصة إن السلية كمان مش في أفضل أحواله البدنية سوشال ميديا تحديداً وبعض الموقع كتبت إنه الأهلي ناوي ياخد محمد أبو جبل الأهلي ناوي ياخد محمد أبو جبل اللي عاده ينتهي بنهاية الموسم مع نادي الزمالك النادي الأهلي تبقى لمصدر مسؤول مهم في النادي الأهلي أكد تأكيد تام لرقم عشرة إن النادي الأهلي مش بيفكر خالص في محمد أبو جبل زي ما تردد في الساعات اللي فاتت وإن المسؤولين في النادي الأهلي مش مهتمين بأبو جبل في فترة الحالية رغم احترامهم للحارس وإمكانياته بس هم حاسين إنه الوضع بالنسبة للحراس مرمى النادي الأهلي مستقر وما فيش تفكير في أبو جبل